اكد الكاتب في صحيفة البلاد أسامة الماجد أن المواطن البحريني هو خط الدفاع الأول وهذا ما لا تعرفه قناة الجزيرة وأصحاب المغامرات الفاشلة ماذا تعرف قناة الجزيرة عن أهالي المحرق العتيدة الذين مدوا قوس الحضارة بدروس الفكر وصروح الثقافة ماذا تعرف عن أهل المحرق وبطولاتهم ماذا تعرف عن رجالاتها ونسائها وفرجانها ماذا تعرف عن الشهامة عن الكرامة التضحية وحب الأرض محرق الأصل والفصل بالطبع قناة الجزيرة لا تعرف شيئا فالمسافة بين المحرق العريقة وقناة الانحطاط قرون طويلة وفي كل زاوية من زوايا عالمنا الشاسع نجد تواريخ المحرق المشرفة وآثار تمييزها وتفردها محفورة على جبين الزمن أما هم فمجرد هياكل وأجسام بلا تاريخ وعقدة النقص تهزهم إن زيارة وزير الداخلية الفريق أول رقن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لمديرية شرطة المحرق ونقله تحيات سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جميع أهالي المحرق والإشادة بالأجهزة الأمنية في المحافظة والتأكيد على أن من يموس المحرق بأي شكل من الأشكال يكون قد تعرض لنا جميعا فالمحرق هي الأصل ومن ليس لديه غيرة على أصله فلا خير فيه لهي أكبر دليل على الحالة الخاصة والفريدة من التفاعل واللحمة والتعاون بين الشعب البحريني وقيادته ووحدة الصف والكلمة وأن المواطن البحريني هو خط الدفاع الأول وهذا ما لا يعرفه المرتزقة في قناة الجزيرة وأصحاب المغامرات الفاشلة وأرباب الطائفية والفتنة والتطرف ترجمة نانسي قنقر